في غضون ذلك صوت مجلس النواب على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الأشكال ونص القرار على رفض أي استقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين كافة بشكل مباشر أو غير مباشر ورفض أي ضرائب على رواتبهم على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة كما أجل البرلمان التصويت على مشروع قانون الاقتراض لتمويل العجز المالي في الموازنة العامة للعام الجاري 2020 وحول قرار استقطاع رواتب المتقاعدين أكد عدد من النواب أن المسألة غير قانونية لأن رواتبهم تستقطع من الراتب الوظفي أثناء الخدمة ترجمة نانسي قنقر